رفعت وكالة فيتش العالمية التصنيف الاقتماني طويلة الأجل من بي سالب لمصر إلى نظرة بمستقبلية مستقرعة هذا وأرضعت فيتش رفع تصنيف مصر الاقتماني إلى عدة عوامل منها تعزيز مراكزها المالية الخارجية بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية برنامج إصلاح اقتصادي شاهد له العالم وخطوات حثيثة ليذب مزيد من الاستثمارات وحلول مبتكرة اتخذتها الحكومة شعارا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السعي المصري محط أنظار مؤسسة التصنيف الدولية التي أقرت بالنجاح الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واحدة من أهم وكالات التصنيف الاقتماني وكالة فيتش ترفع التصنيف الاقتماني طويل الأجل إلى بي والأهم مع نظرة مستقبلية مستقرة تصنيف الوكالة لم يأتي من فراغ فقد أرجعت فيتش قرارها إلى عدة عوامل منها تعزيز المراكز المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية الوكالة أكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل مقابل 4% في العام المالي الحالي ونسبة 2.4% خلال العام المالي الماضي ويسهم رفع التصنيف الاقتماني في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية بما يدعم التدفقات الدولارية لخزانة الدولة ومن شأن ذلك أيضا دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة التي يتم إعادة توظيفها مرة أخرى في دعم قطاعي الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية